السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان دي علي تبارك الله عليكم والله يحفظكم لي واشركم بروكة ودوزوها بالخير والسعادة وبالتمنية إن شاء الله وسمحوا لي راني تعطلت عليكم إخوان اليوم عندي لكم شي أجوبات الأسئلة دي عليكم أبغى ندوزهم لكم اليوم وسمحوا لي على الروتار راشيد معد يقول في سؤاله العنب وجمع أنا أبغيت ندخل ملكة عادرة على إطار واحد دي الحدنة واش ممكن أخي معيد ملكة عادرة مع إطار واحد دي الحدنة الأقل إذا كانت عادرة يجب الإطار يكون فيه مغطي بالنحل الحدن يعني بالنحل السرح أو الحدن يكون مغطي بالنحل الحدن يكون مغطي بالنحل الحدن وفيهم الدكور ومن بعد تبغي تدخل ملكة عادرة عليهم ونحن ندخل بملكة عادرة ومنه ان تلقب بكم عليك تدخل الملكة عادرة ومن بعد تلقوا اطار ديالك سوف يكون في ممتد ثبت سوف تلقح لك يسخر لك أخي أريد أن يدخل سؤالك من ناحية القسماء كيف تقسم بالليل او النهار أخي العزيز ستقسم بالنهار قسم ستقسم بالليل قسم إذا كان الجو سخون في الليل ستقسم قسم ليس مشكلة ولكن ستتعدل القسماء واللي في القسماء تقسم بالخالية واللي في القسماء سيكون القسماء متعدلة لك ما هي متعدلة؟ جوج حادنة في الأم جوج حادنة في القسماء إطاروا لجوج ديال البايد مفتوح في القسماء إطاروا لجوج في القسماء في الأم محلول يعني ديالة في 20 ساعة باش فينما مشات لك المالكة اللي يصخر مشات المالكة في الأم القسمة غير تربي لك بيوت المالكات مشات الأم في القسمة اللي هي الأم غير تربي لك بيوت المالكات وهذا هي الطريقة أخي العزيز بالله يصخر لك وحاط القسمة ديك على حرف بيد أو الليلة عندك تسعة فين تحولها حولها ولا تكون محولة بالربعة لكلمة للعقبة يعني تلخمسة الكلمة باش نحل ما يولي لكش الفلسة اللي فيها القسمة أولا اللي فيها الأم أخي رشيدين نبيل أخي العزيز عندك خالية فيها الأمهات الكاذبة وكتقول واش ندخل عليها بيوت مالكات ولا ندخل عليها مالكة عدرة أخي العزيز طريقة باش تهنى ما هديك يعني طريقة بزاف ولكن هاته توقيت هدا اللي بغيت نقول لك عليه لأن تقول الإخوان إلا عندك الأم الكاذبة وعندك خالية ضعيفة ضمهم وحدة على وحدة والله يسخرك وإلا كانوا قراب وحدة حدا وحدة كحز الخالية اللي هي ضعيفة البلاسة البلاسة ديال الخراغ يعني في الواسط ما بين هادي وهادي وخد نحلي في الأم الكاذبة وكحز على خمسين متر وستين متر وخوه نحل الطاير لأنه يطير سيقدر على الطاير سيزيل الخالية وإلا أم الكاذبة ستجل السمع لحقا سيكون تقيلة ومتقيلة بالبيض أم الكاذبة ستطير ستولي لك وهذه هي الطريقة أخي العزيز ستتهنى منها وإلا درتي أخي العزيز أم الكاذبة إلا درتي بويوت مع الأم الكاذبة سيقدر يخربوا البويوت أو لا يقتلوا لك المالكة وما تنجح لك أخي العزيز والله يصخر لك أخي العزيز كتقول ذلك سياد الطرود وشحلال أو الأحرام أخي العزيز نحن لم نسرقوهم ولا شي يسرقهم إلا سرقتهم رحرام وإلا جاء الطرد في السماء يعني التالف لا أعرف رأسوا فين غادي وأنت ما عارفوا من نينجاي وتخالفوا وسط الخالية أنا كنظن حلال يعني ما سارقو ما عارف مولاه من نينجا موالو ما زال إلا كان شي جارك أحدك وخارش طرد ديالوجا عندك تقدر تقول واجهة فلان هوا طرد ديالك رهجل هنا ماشي مشكل والله يتخل جميع السؤال يا الأخ كيقول عندي قسمة قسمت المدة يا شهر وحل اللي كين وهو عندي الدكور بويوت ديال الدكور يعني الحدنا ديال الدكور كثيرة الحدنا ديال الدكور أخي العزيزي أما سواء جاءوا لا المالكة من اللي فقصت ما عندهاش الدكور كثير اللي غادي يلقحوها وكتبيض بيض غير ملقح وكيوجد للدكور وكتلقح بهم هادوك باطته من المالكة أخي العزيز على أساس باش يخرجوا وتلقح بهم ولكن كتر مش مشكل نهار اللي غادي يكتر غادي يخرجوا هادوك ونهار اللي غادي يكتر نهار اللي غادي يكتر هادوك الدكور ما غايبقوش والله يصخر لأخي أخي يحيا شهبان سؤالك هادوك المالكات اللي شديتي في هادوك الترد كيفاش غادي تكون التغذية ديالهم واش أخي العزيز هادوك مالكة العدرات اللي قبضت أنا في هذا الترد كين حلول باش يوكلهم النحل كتاخد مالكة كلهم وكتخليتهم وحدا خرجوا من القفز ما تخليتها مالكة مع النحل يعني غير هادوك اللي يسد عليهم انت كتشدهم وتديرهم فوس الإطار كتلسقهم فوس الإطار وكتخلي إطار خاوي كتديرهم فوس منه والنحل كيعرف رأسه بأنه ما عنده شمالكة يعني سارحة فوس الإطار كيكون أقوي هادوك والنحل كيوكلهم كلهم يعني يعني مهم خاص ما تكونش مالكة يعني خارجها مقفز حتى تكون كل شيء مقفز عليه وهذه الطريقة أخي أخيه باش كيعيشوا هذه الخالية حتى كنحتاجون أخي عبدو صغير كتقول عنك طر صغير في السلة وكي غدير تدعمه باش يتقوى أخي العزيز طر ديالك عندك في السلة صغير ما عندك شكي تدير له حل واحد إلا عندك سلة وحد آخر أخذ منها شهدة يكون ليلحادنا إلا كانت قريبة لك للفم ديال السلة وكروازيها بعويدات باش مطيحش ولسقها مع الشهدة اللي كيبني هو وغتتفقص داك الحادنا وتزاد معاه المالكة غتتلقى الحادنا وبكترة غتتنو تبيض وعنو بشوية المحلوس الكواري باش يبني الشهد وتبيض لك المالكة وغادي يتقوى لك السلة ديالك والله يصخر لك أخي نبيل بن نصر تباكل الله عليك كتقول عندك خالية عامرة بالنحل وبغيت ديالها العسيلة وخايف من اليامات اللي جيارة كي البرد أخي العزيزي لك كانت الخالية ديالك عامرة بالنحل مزيان ديالها مراقبة مربما يكونوا فيها بويوت المالكات التحت وطلع لها ثلاثة الإطارات في الواسطة الفوق وخلفهم لها بسماء الأساس وعطيها العسيلة والله يصخر لك أخي العزيزي إلا كانت الخالية عامرة ما تخافش من البرد لا يومين ولا تلتيام ولا تهدي العشرة أيام في هذا الوقت هذا ليس مشكلة والله يصخر لك السؤال للأخ قال لك كيف هاش سؤاله كيقول فيه كيف هاش هذه المالكة اللي قفصت عليها سوف يكون تلقي حديالها أخي العزيز هذه المالكة اللي قفصنا عليها ودرناها أوداك القفز وحطيناها هذه ما غتلقهش أخي العزيز إلا كانت بقى ما ملقهش ما غتلقهش لماذا؟ سوف نتلقي حنا المالكة من بعد نشدوها ونحطوها مع الخالية اللي بغينا نعطيوها لها من بعد نحلو عليها في 24 ساعة سوف نتلقه بالذوكور الخالية اللي راهم في وسط الخالية سوف نعطيوها الخالية دينا عادرة وهي سوف نتلقه بالذوكور هذه الخالية اللي سوف نعطيوها لها وديما أخي العزيز إلا بغيتي تلقه لك مالكة ديالك بهذه الطريقة هذه ديما إلا بغيتي تلقه لك وتكون عندك مالكة مالكة خدها وديرها وديرها مع إطار فيه ذوكور ونحل كما الطريقة اللي كنقول لكم ديرها لهم بواحدة 24 ساعة واللي حل عليها وهي سوف تلقه بهذه الدوكور بغيتي تخليها ثم بغيتي تديرها في قفز وتعطيها الخالية وحدة أخرى الخالية وحدة أخرى وتعطيها لها ملقحة قد تأخذها وتديرها في قفز وتخليها مع الخالية ديالها 24 ساعة وعادي مكلك وتحل عليها ثاني كما الطريقة اللي كنقول لكم وتبارك الله عليكم والله أحفظكم لي وعواتركم بركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته